طب ايه هي اشهر الكريمات الموجود فيها مادة الهايدروكينون موجودة في مادة الميلوكين او في كريم الميلوكين هي بس مادة الهايدروكينون بتركيز 4% موجودة في كريم تاني اسمه الكلاريليك فيه 2% وفيه 4% فيه برضو المادة دي بس موجودة في كريم مشهور جدا في ايدين البنات اسمه الميلانوفري والميلانوفري مش بيحتوي على الهايدروكينون بس ده بيحتوي على شكل من أشكال فيتامين A اللي هو الريتينويد أو الريتينوك أسد ومادة ثالثة كمان بس ده بيكون شديد قوي فأنا منصحش بي قوي أو يعني هقول لكم إزاي نستخدمه بحذر تمام أو مادة الليكوسيد R برضو فيها مش الهايدروكينون بس لأ كريم ده أو المرهم ده في حاجة تاني كمان فيه غير مادة الهايدروكينون دي الأسماء التجارية للكريمات الموجود فيها مادة الهايدروكينون تمام بنستخدمه لو استخدمناه بالطريقة اللي أنا بحكي بيها ما فيش أي مشكلة هتحصل معنا بنستخدم أول يوم لمدة عشر دقايق ونغسله على طول ممكن كمان زيادة أمان وإطمئنان إن إحنا نستخدمه أول أسبوع عشر دقايق بس ونغسله وبعدها بنرتب المكان اللي إحنا استخدمناه عليه تلات أربع مرات في اليوم أي مكان حتى لو كان بشرة الوجه ولكن 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 حزال الشمس ولازم سامبلوك فيها تمام طيب بنعمل إيه تاني ده أول أسبوع تاني أسبوع نص ساعة ونغسل تالت أسبوع ساعة ونغسل ونفضل كده معاها معلش هو الموضوع بطول لكن نتيجته وهمية تمام مفروض إن إحنا أصلا نستخدم بقى مع مادة الهايدروكينون دي مرتب تلات أربع مرات في اليوم زي البنسينول البنسينول في كذا شكل دوائي في السوق في الماكرو بانسينول في البنسينول في البي بانتن كل دول أسماء تجارية لنفس المادة اللي إحنا عايزينها طب إيه أنظفهم؟ إيه أرخصهم؟ إيه أغلاهم؟ أغلاهم البي بانتن وحلوة قوي شركة صراحة حلوة جدا وفي البنسينول العادي أبو تسعة جنيه وحلوة قوي برضو نفس الكلام المهم إحنا بنخاطب مادة فعالة دلوقتي ما بنخطبش اسم تجاري أو برانت إحنا بنخاطب مادة فعالة حلوة كده طيب تمام يبقى عشان نفهم صح بعد كده بنستخدم كريم تفتيح عادي ايه كريم تفتيح عادي؟ يعني الكريم التفتيح العادي بيكون فيه مستخلصات طبيعية زي مستخلص اللامون زي مستخلص الحليم زي مستخلص العرقسوس زي مادة النياسيامايد موجودين فين المواد الفعالة ديت ممكن نلاقي فيه اللي هو كريم بزلين ممكن نلاقي كريم انفينيتي ممكن نلاقيه في كريم روميكس ممكن نلاقيه في كريم ديرما وايت ممكن نلاقيه في كريم اتيني أورجالايت كل الكلام ده موجود فيه مستخلصات طبيعية للتفتيح واي كريم تفتيح لازم نعمله اختبار حساسية في المنطقة دية او في المنطقة دية ونشوفه هيعمل احمرار وحساسية ولا لأ قبل ما نستخدمه ودي مفروض تكون ألف بكلام للصيدالي معاكم وانتوا بتشتروا المادة مفروض يعرفكم كل الكلام ده تمام؟ اشتركوا في القناة